ايه تاني من القصص اللي حققت نجاح كبير غير قصته ده؟ بصي فيه هو المجموعة فيها 19 قصة زي ما انتي قلتي 12 منهم بالعربية الفصحى و 12 عامية و 7 بالعامية و 7 عامية القصص العامية طبعها كله ساخر وفيه تويست كده ولها علاقة شوية فيه حاجات فيها تكنولوجي فيه حاجات معاصرة انا شايفة ان اكتر قصة لمست مع الناس هم الحقيقة اتنين واحدة اسمها القاهرة الاقصر ايه ده واحد بيسافر رحلة بالطيارة 45 دقيقة وهو ركب الطيارة بيبقاعد جنبه ولد اسمه كريم كريم ده يعني محتاج يعني اعادة نظر في طريقة اهله معاه كأسلوب تربية هم هم صرفين عليه كويس قوي بس هو الولد مش متربي التربية الصحيحة والمورال بتاعها انه الفكرة لما تربي ابنك او بنتك مش انك تصرف عليهم الفكرة ان انت تربيهم فعلا طبعا ده اللي فاهم بقى الكلام ده طبعا التربية مش بالفلوس مش بالفلوس مش بالفلوس طبعا الفلوس ما بتربيش خالص لا لا والولد كان طبعا كان فيه تويستس كتير فيها فدي لمست قوي مع الناس خصوصين الامهات لانه فيه امهات كتير بتبقى عارفة شخصية مشابهة في حياة ولادها انه هو ولد مش بيهيفين كويس قوي بس في مدرسة كويسة ونسبيا اهله صرفين عليه فدي كانت قصة فيه قصة تانية دي برضو لمست قوي قوي مع الناس اسمها في جروبين الرجل ده واحد راجل مراته كانت تعبانة وابنهم كان عنده متحان تاني يوم فدخل جروب الماميز خمسة واربعين دقيقة الابض الابض الله يعني اللي حصل فيه دي قصص شيقة جدا على فكرة طبعا يعني في منها اكيد اللي ممكن يكون مؤثر وفي منها اكيد قصص شيقة جدا ولطيفة بس انا عايز ارجع تاني لنقطة حررتك قلتيها وهي فكرة انك اخترتي جزء بالعمي وجزء بالفصحة بنا انا على ايه تعمل اختيار ده يعني ايه اللي خلاك تقراري ان ده فصحة وده عمي ليه ما عملتيش كله عمي وليه ما عملتش كله فصحة بصي الموضوع فرض نفسه قوي لانه في موضوعات العمية المصرية هي اللي هتوصل الفكرة هي اللي هتشرح اه فيها خفة ضل والفاظ مصرية قوي عمية جدا جدا ما ينفعش تحطيها بالعربي والقصص اللي بالعربي كان فيها مشاعر وتفاصيل كتير الوصف بتاع اللغة العربية اللي هي لغة ثرية جدا بالمعاني والمفردات كان هيوصل الرسالة اوضح او زي ما حضرتك عايزة اوضح انا التزمت في كل القصص ان طبعا الحوار كله بالعامية بس القصص اللي بالعربية الفصحة السرد بالعربية الفصحة لكن الحوار بالعامية برضو لانه الحقيقة انه لما الناس بتتكلم مع بعض بتتكلموا بالعامي حتى لو القصة بالعربية فانا حبيت ان انا ابقى ملتزمة ده عشان يبقى اقرب كمان للناس صحيح الحاجة كمان اللي انا فرضت برضو علي الموضوع شوية بتاع اللغة هو ان في بعض الموضوعات كانت معصرة جدا زي زي ان فيه اتنين اتقابلوا على برنامج على الانترنت اونلاين فدي كانت بالعامية لانها مش هنكلموا بعض بالفصحة نفيش يعني اه اه هم متقابلين في الحال معصرة كمان كنت حريصة انا ملاحظة على ان يكون اللي مكتوب وقعي يعني يتصدق مش 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 حاجات ما بتحصلش مش حاجات بعيدة لا مش حاجات من الفضاء اه بالزبط الواقعية بتدي صبغة حقيقية للكتابة طبعا ولما بيقراها كل واحد بيقراها بعينه طبعا بتسمع معاه هو صحيح وده من ضمن الحاجات اللي انا حاسة انها كانت الحمد لله ربنا وفقني فيها انه من ضمن الريفيوز اللي بتجيلي لما حد بيقرا يقول لي احنا حاسين ان اللي بيتكلم احنا حد عارفينه وان الموضوع بيتكلم عن شيء احنا عشناه او لمسناه